وجه نائب خليل عطية عدة أسئلة للحكومة تتعلق بشركة الأسواق الحرة وشملت الأسئلة الاستفسار عن إيرادات خزينة الدولة من ضريبة الدخل والمبيعات المتأتية من شركة الأسواق الحرة منذ التأسيس ولغاية تاريخه وطلب بالكشف عن الحكومة التي منحت عقد الامتياز الأول في عام 1997 لشركة الأسواق الأردنية ومن وقع على الاتفاقية اشتركوا في القناة